بصباح المشهد حسب ما نفهم من القرآن الكريم موسى عليه السلام يقف وحيدا في الصحراء وقدامه جبل وخبتك موسى يرى الجبل وموسى يرى الجبل وربنا سبحانه وتعالى بيكلمه وموسى كليم الله نعم ربنا بيقول الموسى ردا على طلبه انظر إلى الجبل لو استقر في مكانه هتشوفني ربنا عمل شيء وصفه بأنه تجلى للجبل تمام أنا عايز أقف عند كلمة تجلى للجبل يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى عمل حاجة خاصة بس بالجبل رغم أنه موسى واقف طبع وموسى ما شافش طبع يعني هي العملية مش موحدة مش كأن هو حجاب أو سطار واحد أنا مخبي به الألم كده فدلوقتي حضرتك موجود معاه في الستوديو والأستاذ اللي بيصورنا والأستاذ 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 فأنا مخبي عنكم وعن أستاذ المشاهدين الألم لو أنا شلت الورقة دي كلنا شفنا الألم لكن القصة ما مشيتش كده هو مش حجاب ربنا راح شايله فكل المخلوقات حتشوفه كل المخلوقات حتشوفه ده هي حاجة واحدة خاصة بالجبل وطبيعته ورغم أن موسى اللي واقف قصاد الجبل ما شافش اللي شافه الجبل طبع لأنه قاله لن تراني لأنه قاله إيه لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني يعني العملية عملية إيه بالبلد خالص إنت ولا الجبل في القوة ده الجبل أشد بالمنطق الجبل طب لو الجبل اللي هو أشد اتحمل رؤيتي هخليك تشوفي واللي يؤكد المعنى اللي انت قلته إنه قاله إيه فلما تجلى ربه للجبل جعلاه دكة جعلاه دي عايزة وقفة يعني حتى اندكاك الجبل ما جاتش بذاتيته مش واضح يعني مش لما تجلى ربنا للجبل مش فلما تجلى ربه الدك كان حيبقى الفعل هنا نقول من الفاعل لكن القرآن جاء صريحا في هذه نوع قال جعلاه دكة كأن الرؤي كأن التجلي هو اللي جعل الجبل إيه وخد بالك من كلمة دكة في اللغة يعني أصبح لا أثر له فوق الأرض لأن كلمة جبل في اللغة العربية يعني حاجة عالية عن الأرض كده فلما تقول دكة بقت كده استوى بقى أصبح مالوش أثر يعني هو فيه ألفاظ في الآية موسى باصص للجبل قال له ولكن انظر يعني ركز انظر هنا ما هو شايفه ما فيه جبل هو شايفه لكن لما قولك انظر إلى كذا والكذا أنت قدامك يبقى أنا طالب منك إيه إنك تركز فيها قال جعله دكة كان لغاية كده محتمل قال وخر موسى صعقة ده أنت وقعت خارر مصعوق لما شفت اللي شافني سبحانه وتعالى تبقى أنت تقدر تشوفني دي عملية متكملة قدام موسى صح؟ صح جميل ده كان في حق موسى وموسى اللي طالب الإيه؟ الإراءة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة أسري به ومن واقعي القوة الإلهية والقدرة الإلهية أنه يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله اسمع دي كده لنريه بالله عليك مش ديكت عايزة وقفة مش ليره عشان حنعمل إحنا حاجة نجعله قابل لرؤية حاجات معينة ما يشوفهاش البشر العادي من آياتنا أيوة يبقى دي لما نقراها تفكرنا بإيه؟ أرني 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 واللي بيطلبها اللي طالب مع إن بيني وبينك اللي الطالب المفروض يهون الموضوع بالبلد ما عليش سامحوني أنا عايز الناس تفهم القرآن يعني أنا لما أكون الطالب حاجة من علاء صعبة لو أنا واد شاطر ما روحش أقوله إنها صعبة أنا عايزه يعملها وعلاء ده بشر ده أنا بكلم ربنا القادر القدير المقتدر فمفهود أهونها ومع ذلك دي ما نفعتش تتهون قال ربي إيه؟ أرني يعني يا رب أنا عارف إن الطلب إيه؟ مش سهل لكن في قدرتك أنت تفعل أرني شوف أرني أنا اللي بطلبها موسى عليه السلام لكن هنا عند محمد قال إيه؟ هو اللي قال سبحانه وتعالى قال إيه؟ لنوريه وأنا بفكركم وإحنا يمكن شرحنا الحاجات دي قلنا صدرها بكلمة إيه؟ سبحانا الذي أسرى ده اللي حيحصل لدخل لمحمد صلى الله عليه وسلم به واختار كلمة عبد سبحانا الذي أسرى بعبده فمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة ومات لها من أحداث إيه؟ عبد يعني ما فيش في إيده أي حاجة خريخ الخطين جديد خري yap